موسيقى مساء الخير آخر حلقات الأسبوع البصلة مبارح ويفنا في شرح النقطة السادسة تغيير المناخ العام وشرحته باستفادة يعني مناخ عام يصنع إرهابي أنا آسف يصنع متطرف وشرحت الفرق ليه المتطرف أشد بأسا من الإرهابي وأكتر ضررا من الإرهابي وقلت في نهاية الحلقة أنه فيه أسلوب من الأسليب اللي هقولها مهم جدا البلاد العربية متناسية تماما وبعض المدعين حقوق الإنسان مدعين حقوق الإنسان يعني بيعملوه زي فزاعة أن الغرب ما بيمنعش حاجة ومنعش فكرة ومنعش كلام ومنعش وطبعا ده ناتج عن حاجتين أنه هم مدعين أنا ما بقولش كل مدعين أنه هم جهلة حقوق الإنسان وأنه هم مدعين طبعا وأنه هم ما عندهمش فكرة عن الغرب يعني أقصى ما هناك بيروح يعد يومين ثلاثة سياحة ويرجع فده الغرب بالنسبة له الغرب غير المعيشة الطويلة أو الدراسة إيه اللي بيحصل والناس دي إزاي بتتقدم يعني اللي عايز يعرف فتعالوا دي يكون المسأل بالغرب وليه أنا هبتدي بالمنع رغم أن فيه وسائل تانية هقولها دلوقتي المنع واحد يقول لي وفيه أصلا حاجة اسمها منع فكرة آه فيه بس إزاي فكرة المنع تتنفذ شوف وديه العلاقة بالنقطة اللي بعد كده عمتا بعد من خلال المناخ العام حاجة ليه علاقة بالدولة والقوانين أي دولة عايزة تواجه التطرف شوف يا عزيزي معلش هاد دي مثل تاني بالنازية ما فيش غيره كتوأم للإخوان وكمان نهايتهم إزاي غير الإعدامات اللي يا رب نحصلهم فيها يعني يا رب نقلدهم كده إنما إزاي موجاتك تماعيا إن زي فكرة كان بتداعي بالخيال الألماني في خص خصيصة ليه يعني سموه ورقيه وعقلنته وعن باقي الأجنال متوافقة بين قصين مع شوية أحداث تؤيد ذلك خلاص يعني هي تؤيد هتلاقي علامة كتير قوي 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 من اللي فادوا البشرية أصلهم ألماني فهم زي ما تقول الظروف ساعدتهم يقولوا أيوة إحنا الأفكار اللي بيقولها هتلر دي أيوة إحنا إن إحنا أحسن من غيرنا بالعموم وأفضل من غيرنا بالعموم اللي هو الجنس الآري وطبعا لها علاقات جيو تاريخية وجيو جغرافية إنهم الأريين كانوا اللي هم جرمانيا القديمة وقصة كده مفضلين يعني وخصوصا أنها كانت تعصر ما قبلها تنازع بين الإثنيات العظيمة والعريقة في أوروبا فبعد كده تطورت الحكاية اللي احنا نقتل غيرنا نقتل دول اللي دخلاء على ألمانيا طبعا ساعتها ألمانيا النازية عشان بيبوزننا للعرق الاجتماعي والتأسيمة الديموغرافية فبدأ يعمل كده لعداء ما مع اليهود سابق في قصص تخص طفولته وشبابه ومشيت الناس معا خلصت النازية بهزيمة الحرب العالمية التانية واتعدموا القادة في نورنبرج ستة واربعين لتمانية واربعين اتبقى مين بقى اتبقى الناس اللي مؤمنة بالفكرة من غير ما يدتل ولا يحرق ولا يعمل أحاج بس أنا أنا نازي أيوا أنا الجنس الآري أنا أحصل من غيري أنا ما بحبش الدخلاء ما بحبش المهاجرين ما بحبش الصمر ما بحبش حد جميل إزاي ألمانيا بقى وصلت لألمانيا اللي احنا فيها دي إنها واجهت الأمور دي اجتماعية واجهت الفكرة النازية اللي هو دلوقتي احنا يعني طبسطا بنسميه يمين اليمين المتطر يعني اليمين العادي الأوروبي اللي هو ضد المهاجرين ممكن يقبل كلامه في نوع من فكرة خيراتي تيجي النفسي وكده يعني والحفاظ على سمو اللغة يعني كده حتى في فرنسا يعني فرنسا الباريسيين ليوم أكسعوا بالفرنساوي لهجة يعني بيعرفوا غيره في خلال ثلاث ثواني حتى لو هو منقوع بتربي في فرنسا يعني يقولك أنت مش باريسي فخلاص أنت كده نزلت درجة بس طبعا ما بيئذكش بيها لكن يقولك يعني ويتكلم فرنساوي زي ما أنت عايز بس مش ده الباريسي فبدأت الألمان بالمناسبة أحساد ذات علم اجتماع بقى وقصص كبيرة من نهاية الأربعينات وبدأة الخمسينات اللي بيسموها برامج الإصلاح وبرامج التحديث بمشاركة عشان نكون برضو وضع حولات المتحدة يعني أمريكا ساهمت كتير جدا في ألمانيا الحالي فكريا نرجع للموضوع أموباء الألمان آه عملوا برامج توعية وأجناس الأخرى وكلنا على رأينا ولا تسعة بس بشكل أكاديمي وماذا يفيد من اختلاط الأعراق وبرامج عن الطائفية والبرامج عن العرق والإثنية كل أنت عايزوا في المدارس والجماعات والتلفزيونات على مكان أيام اتبقى حاجة اتبقى أنه الناس مش هتستجيب في ناس مجموعة يعني الموضوع قل بس في مجموعة ما فيش هنا ما فيش أنا لازم أكون أمهق أبيض أخضر كلي عشان أبقى ألماني أي شكل فيه كافئة وليه كده ألوان غريبة يبقى مش مني أنا لازم أكون مسيحي كاثوليك وفي منهم بروتساند كتير المهم يهودي مسلم بتاع لا أنا لازم أكونش عربي أنا لازم أكونش كذا المهم يعني المجموعة اللي تبقت دي بقى لسه بتحب العراقة التي كانت بقى في الفترة النازمة عندهم هم حاجة اسمها الصليب المعقوف يعني صليب عادي مالوش علاقة بالديال مسيحي بس شكل الصليب يعني بس متني في الآخر كده يده ورجل كده ففضلوا يرسموا بقى الصليب المعقوف ده فبدأت ألمانيا تتخذ من نهاية الستينات لما عملوا الصور مالوشو علاقة بقى بالألمانيا الشيوعية ألمانيا الغربية يعني الواست جيرماني لا يدرات بقى ألمانيا الموحدة بدأت تتخذ برامج لازم تدرس منها الملاحقة والمنع يعني إيه منع منع الفكرة أصلا لا يا فند عايز تخلي فكرة في قلبك حبيبي بس إياك إياك بصوا بقى الحريات الفضيعة لا في حدود وكان دايما فيه مفكر فرنسي عظيم عظيم وإن كان استطراضي يعني اسمه ميشيل فوكو ميشيل فوكو كان عندي مشكلة كان بيقول إزاي الحريات تقنب بالقانون الكلمتين ضد بعض إزاي كلمة حرية وإزاي تقولي القانون بيحد الحرية اللي أنت عايزها وكان مشكلة فوكو ما كانش عاجبه حتى الحريات الأوروبية رغم أن هي سأفاة عالي جدا والحقيقة أن مشكلة فوكو ينحو في هذا النحو أنه عايز فوضى فوضى هو في نظر الحرية معناها حرية أنا محدش يقولي بعمليه على الإطلاق على الإطلاق في أي حاجة والحقيقة أنه هو محتاج يراجع نفسه ومفكر عظيم ومات طبعا لكنه يعني دي مش حرية فالحرية نعم واسعة جدا لكن يحدها سور القانون بس أنا مفضيلك من ساحة كبيرة أكبر من بلادنا العربية وده بطبيعة الحالية نرجع للموضوعنا فإيه بقى المعنى؟ قال لك لقى تعالى بقى حبيبي أنت عايز تفضل مؤمن بالفكرة بعد كل برامج الإصلاح والتوعية والدكاتر النفسيين والمدرسين والجامعين اللي أنا قلتها لك ولسه أنت حبيبي مؤمن أن أنت الجنس الآري اللي ما حصلش؟ طبعا إيس عندنا هنا ها؟ لسه أنت المسلم اللي لازم دماغك اللي تتكافأ مع التانين؟ ها؟ ولسه أنت الإخواني اللي قايم تقيم شرع الله والجهاد كله وأنت زي ما كان حصل بنا المجنون بيقول لهم أنتم من صحابة رسول الله مش مثل صحابة رسول الله بصوته على فكرة أنتم صحابة رسول الله جنون كامل برضو مش ده ما وضوعا عايز بقى تقوم بالأفكار دي يا جميل؟ اه اقم اقمن بس إياك وحسك عينك وحاول ما تحلمش تعبر عنهم تعبر هتقول لي حرية التعبير لا يا حبيبي في ألمانيا الآن ودي العلاقة الأسبوع الجاية أقول لكم مجموعة القوانين دي في أغاني كان بتعبر على فترة منها زي بعضها أغاني حماسية والجودة وبعضها أغاني ما يسمى الآن ديس ميتل ميتل اللي بيشغلها مش بيشغلها اللي بيشيرها دلوقتي دلوقتي سنة 2019 في ألمانيا إلهي الحريات بيشيرها على تويتر أو فيسبوك بيشعر أغنية عجبته أغنية ديس ميتل قديمة ايه ما حاشه حاجة عندي ما مش مكتوب فيها هتلر ولا مكتوب فيها أنا الجنس الآري مش مكتوب فيها حاجة خالف أغنية رازع كده كتير وكويسة أوه بيتقبض عليه حدش قاله بقى قمع حدش قاله المختفي قصري حدش قاله أي حاجة عشان يا حبيبي آه أصلاً بشوف أهالي دلوقتي يقولك إيه بني أنا ده ولد ده أهبل ده طول الوقت بيتكلم في الكرة وبيحط أغاني لا يا حبيبي أنت مشوفش تعليقاته فألمانيا بالتعليقات كده بيتقبض عليه أيوة أيوة وعلى فكرة في غير ألمانيا بس ألمانيا المثل الحي القوي قوي أنا بحب السيستم الألماني أشد من غيره حتى في أوروبا الغربية فأي حبيبي تعليقات ابنك اللطيف الضريف صاحب التمنتاشر عام ده إن ما قتلش أصلاً وعمل عمل عملية بقى وخد قراره المكانك على المتطرف بس مش زي اللي عادة تعطيناي بالعاب مثلاً يقولك دول صغيرين بيعدموا شعب صغيرين طب يا حبيبي الصغيرين قتلوا قتلوا بعد 3-4 درجات تقاضي اتأكدنا أنه قتلوا أحب على رأسهم مثلاً عشان سوق عشان عندهم 14 سنة شخص كامل الأهلية لازم يتعاقب إيه مالك انزل بقى شوية طب هو 14 سنة بس قاعد في البيت جمي مامي بس بيكتب كلام شر كله عامل لايك في 500 صفحة جهادية وإسلامية لايكات شغالة على تحية داعش واللي عملها وتسلم الآياء دي على اللي عملوه في سينة عندنا وقعت بيتهم عادي في منطقة مع مامي وبابي فهم مامي بابي لما يجي يتقبض على الواد يقولوا بقى عويد تاع والقهر والحريات لا يا حبيب مامي وبابي ده لازم يتقبض عليه حتى في قعت الدول الديمقراطية حريتاً خدش بقى لكن تاني ألمانيا بتقبض على اللي بيشيره آغاني لو كتب بقى رأي دخل كده رح كتب تويته أو معلق عند حد أو عامل ريتويت لرأي بقى رأي مقال بالكلام زي ما احنا الوقت نقول ايام الخلافة كده بالظبط لما كنا ملوك البتاع والأندلس اللي راحت منها راحت من هنا يا بني انت احتلت الأندلس فتردوك انت زعلان ايه ده خلال ايه الخلاصة الكلام اللي حليك بتقوله هنا عادي ومش تتقبله شايفه من أول الرسميين لحد العائل اللي عنادت بتاع الخلافة وهعمل وطبح ومرتدين وزنادقة والجو ده وأعداء الإسلام ما هو ده المناخ العام اللي هشرحه دلوقتي الكلام ده بره تتحط في السجنة عاتو بمحاكمة قانونية وأنا هقرالكم الكلام ده أسبوع الجاي بمواد وطحة صريحة ليه؟ لأن انت اللي بتعملها يا باشا أكتر من القتل انت بتشيع الكراهية والحقد والغل والتحريض في المجتمع وده بقى وقود كل شيء يطلع منه حتى الكلام في يعني في الطبقات المالية في أمريكا بيجرم طبعا أمريكا ما عندهاش بقى نازية بس عندها حاجة تخاف منها كده زي النازية واكتر قول لي بس أمريكاني معدي كده كوميونست شيوعي قول له هنعمل حزب كوميونست هيقول لك حبيبي الحريات دي هناك بقى عند السيد الوالد إنما احنا أمريكا الحرية الفضيع ما عندناش حزب شيوعي ومش هيكون ليه؟ هي كده أنا رب الرأسمالية في العالم أسمع بها اسم شيوعي إذن نتعلم إيه بقى؟ إن المنع جزء لا يتجزأ من موجهة أي مرض اجتماعي في بلد ما مهما كانت بلد من بلاد الحريات فما بقى لك يا ولده يا حسرته بلدنا المنكوبة بدول بنفس الأفكار وأسوأ وأسود وأشد قتل وزندقة وتكفير ورد وجيوش مرتدة وحكام ومحكمين ومن لم يحكم أنزه الله وكلام التراث وكلام الجديد وكلام العفاريت كلهم وإخوان مسلمين ومبتاع وعبد النصر أرأتنا وإستادات عملنا وربعة وما بعد ربعة أدبيات البكائيات اللي هما بيتمثلوا فيها بكايات الحسينيات لكن على الأقل حسين قتل مظلوما أمنتوا أنتوا القتل الظالمين بنعم معهم إيه يا فندم ولا حاجة ولا حاجة يعني زي ما بيقول لكم القرار بتاع السيد وزير التعليم المحترم طريق شاوي أتمنى يبقى أول مرة حقيقي بتواجه تطهير دي جماعة إرهابية بالقانون آه تعالى أي واحد مش منتمي ليها أو ما بيطلعوش كارت بسأل خير يا إخوان مسلمين لا طبعا بس بيشير كلام بيجيب خطبة مش عارف مين اللي كان بيسموه رئيس دا وبتاعه بيقول بكائيات رابعة ولا حطت علامتها بتسجن على طول هتقول لي دي مش حريات هقول لك بص الألمانيا وأمريكا ولا كلمة بقى أسمع منها على كلمة بتشيرها بتدخل محاكمة لأن مش مسموح لك يعني تشيع هذه الأفكار الشيطانية في المجتمع المهم هطلع فاصل دا ورجع اشتركوا في القناة